اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوترشن إذن في هذا البرنامج طبعا مثل ما نقول نحن هي حلقة التواصل ما بين هيئة الصحة في دبي وجمهور المتعاملين اللي نحن يعني نحاول قدر الإمكان أن نوصل لهم كل ملاحظاتهم للمعنيين في الهيئة هذا الكلام ليش دكتورة؟ ليش؟ ليش نوصل المعلومات لكل المتعاملين لكل المستمعين عشان يستبدوا من المعلومات اللي عندنا ويتوصلون معنا ونقولهم كيف يتوصلون معنا على 600551414 ورسالة نصيحة 4006 وموجودين لايف فقط على كونت نور دبي يعني نص كلامك صح ممكن له أنت تصيد ناشا قد أكلم دكتورة وفا عبوما إذن يعني نحن دائما ما نسعى إلى تطوير القطاع الصحي بإمارة دبي أي حد عنده أي شغلة أي ملاحظة شكر شكر ما نبغي نبغي ملاحظات نبغي انتفادات نبغي فرمضان زين لا شكاوي فرمضان مو زينة زين عموما نحن على طارق الملاحظات والشكر والشكاوة نروح على السوشال ميديا ناخذ أسماء الجناحي نشوف شو عندها على وسائل التواصل الاجتماعي وبعدها عندنا خبر جميل اليوم نقرأ أسماء صبح شاء الله بالخير صبحت الله بالنورس صبحت الله بالنورس ونهارة سعيد يوم الأحد اللي يحبه كل أحد أسماء نحن نسينا شغلة وايد مهمة دقيقة بس خلينا نقول سؤال المسابقة اليوم ما قلنا المسابقة نزيله نزيله يلا عشان تجاوبي معنا يا أسماء ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان لمريض السكري الإجابة الأولى لا ينصح بممارسة الرياضة لمريض السكري فترة الصيام يعني قبل الإفطار أم رقم اثنين يستطيع مريض السكري ممارسة الرياضة ولكن بعد ساعتين من الإفطار رقم ثلاثة لا ينصح بممارسة الرياضة بالشدة يعني الرياضة الشديدة لمريض السكري في رمضان أو رقم أربعة كل ما سبق صحيح طرشلنا رقم الإجابة على أربعة صفر صفر ستة مبعا على الإستجرام مع رقمكم الثلاثية بنسحب على نهاية الحلقة وتفضل لي يا أسماء واحد مطرشل يقولي محمود حرام أشارك من سنتين مغفوظ كل الشكاوى عليك شا سوي شا سوي لا محمود قدم الشكاوى فعليك لا بس طرشوني على أربعة صفر صفر ستة بس يا جماعة الخير مش الإنستجرام أسماء بتخبركم عن المسابقات اللي عندنا في الإنستجرام خبرين يا أسماء شو رسالتنا لليوم رسالتنا لليوم أجعي من يوم الأحد بداية هو عمل وميز أبتسم قاتب أمورك وعمل نستعر هاي رسالتنا لكن نحن عندنا كان الويكد ما شاء الله كان عاديات حافلة نحن عندنا بشكل يومي في منتقى الأسراء عندنا من بعد الأفضار فعاليات مع كبار السن محاضرات يومية يتعلم من الإتقاصة يسيرون يقضون وقت معاهم فعالي سنتعلم بالركم ما شاء الله ممتاز هاي الفعالي الفعالي الثاني نحن عندنا منصة كاملة فينا دماغتنا للشبهة الرياضية وفيها فعاليات وأنشبهة الرياضية وأيضا يمكنهم أنهم يتعلمون تحليل كامل للجسم عن نسبة الشحوم والوزن والماء وهذا كله ويأخذنا استشارات مجانية من المنصة ممتاز غير هذا الفريقنا الطبي تواجد هو مفوضي كل اليوم بعده مكة من 24 ساعة تأمين مصابقة الجري أمس كافي مصابقة الجري وكان طريق طبي كامل موجود هنا يأمنون المنطقة لكل شخص يحتاج إلى الدعم الطبي ممتاز هذا كان قبل 7 ساعة يعطيهم ألف عافية غير هذا نتمنىهم أن يتابعونا بشكل دائم أي حساباتنا نحن حق نصايح بشكل مستمر عن كل شيء السكري لقصاء في رمضان تعويض الطفل على الصيام أكاونت الهيئة ما شاء الله نشيط فرمضان أسماء ما نرقدنا ما نرقدنا يعطيك العافية يعطيك العافية موجودة على حساب هيئة الصحة دي اتش اي أندرسكور دبي دي اتش اي أندرسكور دبي طبعا فيهني ملاحظة يقول صباح الخير رمضان كريم أنا اسمي جهاد سويت عملية قلب مفتوح في مستشد بين ستة شهور وقدمت أوراقي لشركة التأمين من خمسة شهور وما فيه رد أرجو المساعدة وشكرا رقماتي فيه كذا ميرا بس الله يخليك صوري لي هذه الرسالة خلينا نحوله على دكتور حيدر نشوف شو ممكن يساوون في هذا المجال دكتورة مشاكل القراءة من شاشات الكمبيوتر والهواتف الدكية من المشاكل اللي أنت تعانين منها أنا أعاني منها أنا أقرب عشر ساعة للتلفون صراحة يعني صراحة زين أظهرت دراسة علمية حديثة أن القراءة من شاشات الكمبيوتر والهواتف الدكية تجعل القارئ غير قادر على فهم كامل لما يقرأ وتدفعه للتركيز على التفاصيل بدلا من المعاني زين فيقول لتش وجد الباحثون أن أولئك الذين يقرؤون القصص القصيرة ويدرسون باستخدام شاشات الكمبيوتر يميلون إلى فهم الحقاق الأساسية للنصوص لكنهم غالبا ما يفشلون في إدراك المعنى الحقيقي للمادة المقروعة وعززت الدراسة التي أجرتها كلية دورتموث بالولايات المتحدة المخاوف بشأن تأثير التكنولوجيا على تركيز الإنسان وتشتيد ذهني عن التأمل في الأشياء ويرد معدول الدراسة أن المشتتات التي تسببها شاشات أجهزة الكمبيوتر تدفع القراءة إلى عدم تحدي قدراتهم العقلية على استيعاد تفاصيل محددة في النص عند القراءة في دراسة مشابهة تؤكد التأثير السلبي لشاشات الكمبيوتر على الإنسان وتوصلت دراسة حديثة في مارس الماضي إلى أن الأشخاص الذين يقرؤون من كمبيوتر لوحي مثل الآيباد لمدة لمدة 30 دقيقة قبل أن يخلدوا للنوم يشعروا بالنعاس الأقل مقارنة بمن يقرؤون من كتاب الكتاب زي يعني شو رأيت شوف أنا محمود أنا ليلة اليوم مع أنك كل شيء متوفر على الجزء اللوحية وعلى التلفونات أنا ليلة اليوم إذا أقرأ أي شيء لازم أطبعه وأقرأ ما أعرف أقرأ شيء وأستوعبه إلا لو طبعته وحط عليه ملاحظاتي عليهم هذا أنت ضد البيئة الأشجار تزعل بس ما عليك خلت تزعل الأشجار شوية بس عشان أنه نقدم خدمة أفضل نفهم أحسن فهذا النقطة الأولى النقطة الثانية لا 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 لحظة هذا موضوع مهم أنت اللي تسوينا هذا ما يجوز ليش يوم أنت قادر تقرين من الشاشة ترماعي ما عليك عادي رأسي يتقول نعي التدوير بعد عادي التدوير ترى في كوست وفي كذا وفي واحد أشياء يعني ما نقرأ قري من الشاشة ليش تطبيعين ما يقول لك ما يفهمون عدد من اللي قرون من الشاشة لا يدروا كل معنى الحقيقي الحلقات تقول لي ليش تطبع الحلقات نزين ليش ما منقرأها من ليل اليوم أنا أقول لأنا ما أنا ما نفهم الحلقة الحلقة بابا نزين تفاضلي دكتور نزين النقطة الثانية اللي يقول لك اللي يقرأ من كمبيوتر لوحي أو آي باد ثلاثين دقيقة قبل النوم يشعرون بنحاس أقل مقارنة بمن يقرؤون من كتاب هاي واحدة من النصايح اللي نعطيها للناس اللي عانوا من الأرق لما الواحد يقول أعاني من الأرق نقول لهم افصلوا يعني لا تقرؤون لا من جهاز لوحي ولا من الترفون على الأقل نص ساعة إلى ساعة قبل الخلود إلى النوم لأن الإضاءات والإشعاعات اللي تطلع من والموجهات من الأجهزة تؤثر مثل ما نقول بالعامية تخربط عمل الدماغ وموجهات الدماغ الحقيقي موجهات الدماغ اللي تهيئك للنوم فلازم تفصل الإضاءة اللي طالها أصمم من الجهاز حتى في دراسة طلعت أنني حطيت الجهاز عدالي وأنا نايمة ولما يضيء بالليل يومنا نايمين الواتساب أو أي شيء يضيء يقول لك يعطي إشارة للدماء يسوي تقطع في النوم فلازم حتى الجهاز يكون مقلوب وإنت نايم أو الإضاءة الخافتة بحيث أن الإضاءة البسيطة التي تطلع من الجهاز ما تأثر على العقل خلال النوم هاي طبعا الناس اللي تعاني أصلا مشاكل في النوم بس ما شاء الله الله معظم الناس الحمد للأيلامون تلفون يرن ما يسمعون جرس بابيرا ما يسمعون فمعظم الناس أمورهم طيبة أنا مع الندى ما أفهم ولا أعرف أشتغل إلا من المطبوعات رائع جميرة يصبح إلى طاقم البرنامج وجميع المستمعين ومشاهدين ممكن سؤال الحلقة يدي سؤال الحلقة سؤال الحلقة ما هو الوقت المناسب اللي ممارسة الرياضة في شهر رمضان لمريض السكري رقم واحد لا ينصح بممارسة رياضة فترة الصيام يعني قبل الفطور اثنين يستطيع ساعتين بعد الفطور ثلاثة لا ينصح بممارسة الرياضة الشديدة في رمضان ورقم أربعة كل ما سبق صحيح على أربعة صفر صفر ستة ها؟ إذن الجائزة خمسمية درها مقدمة من هيئة الصحة بدبي اليوم إن شاء الله بيتواصلون الجماعة مع جميع الفايزين وبيخبرونهم عن آلية الاستلام الجوائز نحن ما نطلع فاصل مستمعينا بعد الفاصل ما يعني فيه عندنا إنجاز تحقق على مستوى هية الصحة بدبي يمكن يكون الإنجاز ممتد على مستوى الشرق الأوسط ما نتعرف عليه من خلال استضافاتنا لدكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هية الصحة بدبي فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا تتابعونا الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرتين أخرين مسمعيني الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة صبح جل الله بالخير دكتورة صبح الله بالنور شحالك محمد الله نذكر بالسؤال نذكري بالسؤال خوفيني يعني لا أقول ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان لمريض السكري رقم واحد لا ينصح بممارسة الرياضة قبل الأفطار ولرقم اثنين يستطيع ممارسة الرياضة بعد الأفطار بساعتين ولرقم ثلاثة لا ينصح بممارسة الرياضة الشديدة في رمضان رقم أربعة كل ما سبق صحيح طرشونا على أربعة صفر صفر ستة مع القانكم الثلاثية ويطرشو على الإستجرام شوفوا لي يستألني شو الإجابة وغششونه وهذا أعتقد من تلحينة الدكتورة للسؤال بتعرفون تلحينتي للجواب يبين نزيل عمونا قبل الفاصل عيسى يسلمون عليك عيسى سبيل قبل الفاصل نحن قلنا نتكلم عن واحدة من الإنجازات التي تحققت في هيئة الصحة بدبي حيث أعلنت هيئة الصحة بدبي عن إنجازها أول ساق إصطناعية منتجة عبر طباعة ثلاثية الأبعاد هذه الأولى على مستوى الشرق الأوسط ضمن مبادرة 3D الخير التي أطلقتها الهيئة ضمن 30 مبادرة إنسانية في عام الخير 2017 الحديث عن هالمبادرة وما تم إنجازه من خلالها يسترنا يكون معنا في الستوديو طبعا دكتور معروف دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيم في الهيئة صباحك الله بالخير دكتور صباحكم الله بالنور دكتور اسحب المايك شوي صوبك أنت مذيع سابق يعني وزميل مهنة مفروض عارف عارف الترتيب نصر رمضان شوي يأثر نور الستوديو دكتور محمد وحياك الله الله يخليك طبعا نتكلمنا قبل في حلقات سابقة عن تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد نحن اليوم نتكلم عن إنجاز لهذه التقنية فتعطيهم أو شي فكرة عامة عن مبادرة 3D أو طباعة بالتقنية ثلاثية الأبعاد وشو الهدف منها ومثل ما كنت أسألك أوكي ناس تقول ليش ثلاثية الأبعاد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم رحبكم اليوم السادة المستمعين طبعا مبادرة 3D الخير مبثقت عن مبادرة عام الخير 2017 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد على نهيان في سدولة حفظها الله وحبين ندمج أو يعني نوصل إلى ثلاث أهداف عن طريق هذه المبادرة المبادرة الأولى عام الخير المبادرة الثانية استراتيجية دبي للطباعة الثلاثية الأبعاد التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلل وزراء حاكم دبي في عام 2016 في سبتمبر 2016 وأيضا المبادرة الثالثة التي هي استراتيجية تصحب دبي 2016-2021 فثلاث أهداف في مبادرة وحدة التي هي 3D الخير هذا الجهاز الذي تم تركيبه للمريضة بلندة وهي برطانية مقيمة في دولة الإمارات لا تخيلون كثير تعلمنا من البروف оф كونسبت يسمونها أو أول تطبيق لهذه الحالة عن طريق 3D النتائج كانت مبهرة جدا والانعكاس أنا ما أدري بلندة هل هي شخصية إيجابية روحها أو ستوة إيجابية عقبها الجهاز شخصية إيجابية لأبعد الحدود صحيح تقبلها للجهاز تقبلها للطرف الصناعي بطريق بلون طبعا هي كانت من فريق عمل تشكيل الجهاز نفسه اختارت اللون واختارت الدزاين فأول ما وصلت الجهاز لها على طول شفت ركبته وقامت ومعندها مشكلة هي طبعا مدربة خيل أو معالجة خيل صحيح طريف الموضوع أنه سبب إصابتها أو بترها للريل كانت إصابة من الخيل صحيح هي طاحت عن الخيل توقع وصارت لها الإصابة صحيح فحاولوا يسعفون طبعا الطرف محاولات جراحية لكن ما ما توفقت فطريف الموضوع أنه كيف شخص يقع من الخيل تبتر رجله ويرجع يستوي معالج للخيل وعنده طرف صناعي وما زالت اليوم مع الخيل يوميا يعني مدربة ومعالج للخيل فالصراحة الواحد يمبهر من شخصية وشخصية إيجابية يعني لو شخص ثاني بيقول لك أنا ما برجع لعالم الخيل لأنه بعد ما تسوي فقدان طرف شيء مبطبيعي فقدان طرف كان عشر سنوات أعتقد حتى عشر سنة حتى عشر سنة جميل طيب دكتور للهيئة أعلنت أن هذا إنجاز أول ساقص صناعي ضمن هذه المبادرة خلينا نتكلم عن المبادرة ككل أنتو شو اللي ناوين تسوون من خلال عام الخير مبادرة ثري دي الخير بالضبط هي مربوطة بعام الخير 2017 طبعا عام الخير 2017 في ثلاثين مبادرة مناطة لهيئة الصحة في دبي أحدها ثري دي الخير ثري دي الخير اليوم نقطة في بحر من المبادرات اللي تقدمها الدولة الصراحة في عام الخير ونحن نفخر أن عملنا موشرات الأداء لثري دي الخير أن نساعد مريض واحد في الشهر فهدفنا أن نساعد 12 مريض في الشهر في السنة فالحمد الله هذه يمكن من أواء الحالات وعندنا حالتين أخرى بنساعدهم إن شاء الله إذا سعفنا الوقت في رمضان طبعا متطلب assessment من نوع آخر للمريض طبعا الطريقة التقليدية في تجهيز المريض أو أخذ معتياط المريض غير عن الطرف العادي صحيح هنا في طريقة أفضل وأسهل وأسرع طبعا لكن يجب أن يتواجد المريض عندنا في دبي الحمد لله بعد حالة بلندة يتنا ردودة فعال جدا طيبة ويتنا حالات كثيرة صراحة ما كنا بنوصلها لو ما بحالة بلندة صحيح تعرفوا أكثر على الجهاز طبعا لو الطبيب يلس مع مريض اليوم ويقول له عن فوائد الجهاز يمكن يقبل المريض يمكن ما يقبل لكن لما يسمعها من المريض نفسه وهذا الفيديو اللي انتشر على الواتساب على مواقع التواصل الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي استفاد من المريض جدا ليش لأن سماع المريض روحها تتكلم عن الجهاز هذا فالحمد لله ردود الأفعال طيبة واليوم أصبح صادة المبادرة مش فقط تبيض خارج الدولة ويتنا ردود أفعال من خارج الدولة والحمد لله إذا الله قدرنا نساعد هالمرضى في رمضان بنساعدهم إن شاء الله ما بنقسر ممتاز دكتور محمد فيه سؤال محمد عندك لا فيه تعليق على موضوع أن رجع تتمارس نفس الممارسة يقول لك الحب يا دكتور ما يخلينا نفارق من نحب صح لا فضف يا سلام شخص رومانسي وشعري تبغي نرجع حق بلندة ولا عندي سؤال ثاني أنا أبغي شوي تكلم عن بلندة أنا كنت بتتكلم تكلم محمد فضلي نفس الموضوع السري أنزلي بلندة بعد ما ركبتولها الساق الصناعية شو ردت فعلها هي هاي تقدر ترجع لحياتها 100% نفس ما كان عندها الساق ولا بعدها فيه بعض الصعوبات إنك طرف صناعي طبعا بلندة مش أول طرف صناعي يركب لها قبل كان عندها الطرف التقليدي أعرف الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين طال عمرك الطرف التقليدي ياخذ تقريبا أشهر ليس يجهز هذا ياخذ ساعات الطرف التقليدي ياخذ له يمكن أسابيع ليما ياخذون المقاسات ويعملون الدزاين يعني ليما يصنعونه بعد أشهر هذا ياخذ نص ساعة يمكن ليما يعملون السكان الجودة والدقة الجودة جدا أفضل الدقة أفضل طبعا 3D printing الطباعة ثلاثية الأبعاد أحد مزاياها في العالم الصناعي كله مش فقط في عالم الأطراف أنه يقدر يطبع لك شيء بدقة عالية وبدزاين دقيق جدا هذه فوائدها فتخيل أنت الوزن طريقة ترى هو جهاز مش بسيط يعني حد اللي يشوف ممكن يقول أنه بسيط لا جهاز جدا مركب بطريقة يعني فيزيائية كبيرة تم دراسة الحسب فيه بطريقة يعني رياضية لأنه بيشيل وزن بني آدم صحيح مش النبس بيركب أو بيلس عليه أو كذا دكتور أنا أعتقد واحد من المميزات اللي في هذا الجهاز دكتور أنه أيضا سبحان الله مثل ما أنت ذكرت أنه الوقت اللي ينجزون فيه الجهاز بسيط جدا صار في أي شيء في الجهاز نفسه تكسر تلف بطريقة أو بأخرى تقدر تطلع في نفس الوقت السريع بالضبط عليك نور سابقا بالجهاز التقليدي يجب أن يرجع المريض مرة ثانية يعمل الأسسمنت وبقياسات والصناع من الأول أشهر اليوم بالتلفون أحتاج ثلاثة طرف زيادة تم طباعته وإرسالها للمريض أخذ المقاسات للطرف الصناعي هذا كيف تتم دكتور محمد؟ حاليا بالثري دي بالسكانر يعني جهاز تقريبا مش أكبر من تلفونج يتم مسح على الرجل المبتورة الجهاز هو ذكي جدا يعني يتخيل الرجل كأنها متكاملة فعن طريق الحسابات الرياضية يتخيل كأن الرجل متكاملة ويأخذ الحسابات الطبيعية ويرسلها إلى البرنامج البرنامج بالتالي يقوم برسالة إلى الطابعة وطبعا تنطبع يمكن نماذج قبل ما ينطبع النموذج النهائي على أساس أن يتأكدون من الدقة والوزن طيب دكتور المجال مفتوح للمرضى للإستفادة من هذه التقليقات بالعكس هذا أحد هدافنا أن نوصل لمرضى أكثر الآن كيف يخدم هذا الإنجاز توجهات الهيئة وتبنيها لمنظومة الجيل الرابع والمسرعات المستقبل طبعا في منظومة الجيل الرابع اللي هي الابتكار أحد معايير المنظومة هذه المبادرة تصب فيه بطريقة جميلة جدا وأيضا المسرعات وما يخفي عليكم على السادة المستمعين أن المسرعات أحد مبادراتها أو أحد الشركات اللي تواجهت معنا في الدورة الأولى كانت مدتف والشركة ساعدتنا كثير في 3D صحيح فالحمد لله هذه أحد النتائج منها جميل يقول قريد قبل فترة أنهم أبعد بيبنون في يوتوب الطباعة 3D هذا موضوع صحيح نحن بدأنا فيه أصرا في دبي عندنا المكتب المكتب صحيح براج الإمارات طبعا استراتيجية دبي للطباعة الثلاثية الأبعاد فيها ثلاث محاور أحد محاورها اللي هي مناطة لبلدية دبي اللي هي تهدف إلى بناء نسبة معينة من البيوت بالطباعة الثلاثية الأبعاد شو هي المحاور المناطة بهية الصحة اللي بيتم استخدام هذه الدقنية فيها أولا هي ثلاث يعني أشياء في الطباعة الثلاثية الأبعاد أولا تشريع الطباعة الثلاثية الأبعاد استخدامها وتوعية عن الطباعة الثلاثية الأبعاد والاستفادة منها جميل دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحابة دبي نحن شاكرين لك هذا الوقت اللي يعني تكرمت فيه علينا أتمنى لكم التوفيق دائما ومن إنجاز للآخر الله يحفاظكم شكرا شكرا لك دكتور دكتور السلام عليكم يقول أخوي محمود إيش حالك أنا أروح الجيم هل تنصحني أخذ مكملات الغذائية أم لا بغيت السفسر من دكتور الندى المكملات الغذائية أخوي نحن ننصح فيها الناس يمرسون رياضة الشديدة بس أترى بنعطيك جواب كامل عندنا وردة شي معنا في الستوديو عندها تعطيك معلومات كاملة على جوابة هذه الوردة هاي بتتحول إلى شوتي على جوابة هذا عموما بتسمع الإجابة بعد الفاصل لكن خلينا نذكر بسؤال المسابقة سؤالنا ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان لمريض السكر رقم واحد لا ينصح في فترة الصيام قبل الفطور رقم اثنين يستطيع بس ساعتين بعد الفطور رقم ثناثة لا ينصح بممارسة الرياضة بشدة الشديدة يعني لمريض السكر في رمضان ورقم أربع كل ما سبق صحيح ترشعوا أربع صور صور ستة مع القامكم الثلاثية فقط فقط ايه ما قلت فقط عموما فاصل بعد الفاصل ما تواصل معكم مستمعين الكرام تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة سعد الله وقاتكم بكل خير مستمعين الكرام حالكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للألام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية رعاية دكتور نيوترشن تفضلي قدمي عشان يحول الكاميرا عني ما يبني يشوف الناس في الانتجرام تنزيل عموما قبل الفاصل كنا قايلين أن في واحد كان يستفسر عن موضوع أخوي عيسى علي خلط عيدي طرش إجابة ثانية سلام عليكم أخي محموش حالك أنا نروح الجم هل تنصحني أخذ المكملات الغذائية أم لا بغي تستفسر من الدكتورة ندا أنا بحول استفسارك حق الدكتورة وفا عايش هي بتجاوبك لأن الدكتورة ندا جوابها ما عيبني للأمانة يعني ما عيبني جوابك تفضلي دكتورة بس يبيل مايك الله يخلي صوبك صباحة ورد دكتورة وفا يا ربي هيك يوم يوم سعيد وبداية أسبوع جيدة بداية المكملات الغذائية في العديد منها هل أول شيء بدأ يستفسر شو نوع المكمل اللي هو بيسأل عنه يعني هل هو يقصد البروتينات فإذا البروتينات فلا من الآخر يجب أن تأخذها من حسب حتى الفيفا منظمة اللي هي مسؤولة عن الرياضات بتنصح أنه أنت تأخذها من مصادر طبيعية يعني منزيد عدد البروتين الشخص العادي بيحتاج واحد جرام لكل كيلو جرام من وزنه بينما الشخص اللي بيلعب كمال أجسام يعني اللي بده يعمل عضلات بيحتاج تنين جرام لكل كيلو جرام من مصادر طبيعية أما إذا أصدوا مكملات أخرى زي ما سألت ياخدوا كله بعد الفحص بعد وصفة طبيعية دكتورة الريال يتكلم أنا ساير الجم ومكملات غذائية شو يعني لا شوف عندك في الجم عم بيعطوا كتير إشياء عم بيعطوا جروس هورمونز عم بيعطوا حبوب عم بيعطوا مكملات عم بيعطوا هذا كله لا اللي أخذ قالت عادي لا هي ما أزهى هي أزهى الفيتامينز الفيتامينز يعني حديد فيتامين دافو لك أسد الأشياء عادي بس أنا المكملات يعطونا دايما في الجم الأماكن اللي بيتمارسوا فيها الرياضة تثقل على الكلا والكبد لأنه أنت عم تعطي زيادة عن حد اللي أنت بدكيها وللأسف الشديد هذا لحاله عملنا مرة حلقة مع محمود قبل وتكلمنا هاي المكملات تؤدي إلى زيادة الهرمونات الأنثوية نقص الهرمونات الذكرية ضمور لفرخسيطين ومشاكل أخرى عديدة أنت في غلاء عنها نأخذ بعبد الله صباحك الله بالخير وعبد الله تفضل السلام عليكم رحمة الله مبروك عليكم الشهر علينا وعليكم خيبين مسلمين مسلمات إداة نور تبي ختنا ميرا بعبد الله سؤالك حبيبي لأن الوقت السؤال هذا لو سمحت دكتور محمود دكتور ندق كلك سعف لخاطرة نصيحة لما مالجيم بس كل واحد يوم يصير مثلا نجيل هذا صغار مصغار يصير مارسون ريافة يقول خذ أرمونات مالجيم مفهوض هذا مالجيم أنتوا ترشون رسائل هذا كل ثابت الإمارات يقول هذا ممنون تعطون النصائح ستسوي لك عضلات هو ممنون دكتور بالقانون جسم هذا شاب صغير ما يحرش شو تعثير هذا ياخده هو يشوف النتيجة تعجبه في يكمل عليها ما يستشير طبي بالأسف لا مشكلة أنتوا لاجم تعطون النصائح مالجيم هذه المدربين ممدربين كافة الإمارات أنا بغي نصيحة لهذه الشباب جديد ذلك تسوي عضلات تسوي ماذا رشو قول ممنون أي شيء تعطون حق الجيل هذه للشباب الصغار حرام عليكم قول أنتوا مالجيم حرام عليكم هاي مدربين صح صدق نصيحة لكافة الإمارات نصيحة هذا هذا مدربين وهذا عندهم مالجيم قول حرام عليكم تغشون هذا جيل هذا الشباب نمومه وتغشون بهذا السموم في الجسم وتأثيره آخر شيء ما يطلع حين تأثيره يومي يكبر تنسهل إن شاء الله إن شاء الله وصلت رسائتك إن شاء الله فيني أعلق تعليق إنه لو ناخد الكتلة العضلية العضل للمزارع الفلاح تلاقيها أقوى ككتلة من الشخص اللي بيمارس برياضة ليش أنه هو بيمارسها بصورة صح بيأكل أكل صحي خلينا نقول أكتر ما يمكن صحي والكتلة العضلية عنده أقوى فلما بتيجي حتى بيلعبوا اللي هي العرفة اللي مين بينزل يده الثاني أبل بيفوز الفلاح أكتر من الذي أهذا جدام عيوني أنا شفته كان فيه واحد من أصدقان يعني من صعيدي هو من مصر يعني أنا حوائد نحبهم ها ديلة فتكسر يا واحد من الشباب اللي مجسم نفخ صار عنده كسر دكتورة كسر لأيد هي المعظم انكسرت يديه وسبوه لأعمليتين نزيل فأصلاح هاي اللعبة لا تلعبون خير شير وبعدها عزيز المعظم لسوي عمرك يعني أنك أنت تمشي شكل وهذا مستانس وكلام عصمين يبشو كلام عصمين بعد لا بس المشكلة تؤثر سلما صحيح لأنه حتى زيادة البروتينات في الجسم دائما تؤدي إلى الاكتئاب لا وحتى تؤدي إلى الاكتئاب ايه تحس لا لا سوالة في الضحك يعني ومجرد ما وقف لسبب من الأسباب ما قدر ياخده وقف عنه بينزل كيف البالون تكون منفوخة بعدين بيصير مكرمشة نفس الطريقة ومش بس هيك يعبي دهون يعني مصيرك تتكرمش يا عزيز المعظلة يا عزيز المعظلة لتأخذ بروتينات أنصح بدون مكملات غذائية وتكتفي بالأكل وبس أنا توني بديت أمشي وأجري مع رفع أدخال بسيطة بدون مكملات غذائية عادي صح صحيح خذ فيتامينات طبيعية من الأكل والله ثم والله بيوم بتكبر يعني بتقول يا ليت ما خذت صحيح ما بأحسن لو مثلاً فيتامينات والمكملات غذائية تنوصف من الدكتور بدل ما نروح نأخذ أشياء يمكن ما نكون بحاجة لها في ناس يأخذون مثل الحديد فيتامينات فيتامينات لازم فحص وما يحتاجون له بالأساس الواحد يستوي غوريلا بعد ما بحلوة خذ مكسرات غير مملحة صدر دجاج وبيض وزبد كل من المصادر طبيعية صحيح صحيح وأيد وفول سوداني وموز وريق عندنا متابعين متقفين عيد السؤال حق علي البقيش الوقت سؤال الرمضاني ما الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان لمريض السكة رقم واحد لا ينصح لممارسة الرياضة فترة الصيام قبل الفطور رقم اثنين ينصح ساعتين بعد الفطور رقم ثلاثة لا ينصح بممارسة الرياضة بشدة لممارسة السكة في رمضان أم رقم أربع كل ما سبق صحيح فقط على أربعة صفر صفر ستة فقط زي في حد يقول سلام عليكم أنفسي يوم الأربعة الماضي اليوم إن شاء الله بيتصلون فيك وبيخبرونك كيف ممكن تسلم من الجائزة ما يخص ترى نفس الحليب المجفف للأطفال والبروتينات إذا كانت بالكمية الصحيحة لكل جسم بالغياس فهي غير مضرة عنه فيتكلام هي تعرف عن البروتينات لا حليب المجفف من أطفال لا حليب المجفف بنعطى على أد احتياج الطفل من ضمن النظام الغذائي محسوب أما هاي البروتينات اللي بياخدوها زيادة عن النظام الغذائي وتأخذ بدون حساب وتغطل هو يقول إذا الكمية صحيحة لكل جسم كيف تعرف محمود الكمية الصحيحة هو رايح عند خصائي تغذية أو طفل إذا كان رايح عند خصائي تغذية وقال اللي حاسب البروتينات اللي ياخدها في البيت ضمن أكلها زائد البروتينات اللي بياخدها نحن شعب نحن شعب نأخذ ثلاث أضعاف البروتين اللي لازم نأخذه بالأيام العادية بدون أي إضافة بالأكل العادي إحنا يحتاج الجسم الإنسان من 10 إلى 20 20% من البروتين من الصغرات الحررية الكاملة في اليوم إحنا شعب نأخذ أضعاف هذا بالمعدل العادي إستحاد لأنه إحنا ما بنحسب صح إحنا ما بنحسبها صح وبالتالي مهما يكون إذا بقول لي إنه هي طب إذا أنت فعلا عم تأخذ البروتين صح مو محتاج آخر مرة عدم ممارسة رياضة هذا إجابة السؤال موضوعنا الرئيسي ما تكلم إدارة التغذية السريرية أطلقت عدة مبادرات ضمن عام الخير منها مبادرة عطاء الخير نحن نبغي فكرة عن هذه المبادرة والفئة المستهدفة أوكي عنا أكثر من مبادرة زي ما تفضلت عنا عطاء الخير واللي حتكلم عنها عنا العيادة العيادة الخير اللي بمستشفى دبي عيادة مجانية وعنا غذاء يزيد همتي لأصحاب الهمم طبعا مبادرة عطاء الخير هي تستهدف إحنا دائما محمود بنروح لمن للمدارس للجامعات للأمهات ولا مرة رحنا لهاي الفئة اللي هي في الحضانة اللي هم منذ يعني هاي بداية زرع نقول البذرة الصحيحة للصحة صحيح فعملنا مبادرة رحنا فيها على اخترنا حضانات وهلأ أنا هون موجودة يعني إذا بحب أي حدا يدخل معنا في المبادرة هاي أهلة وسهلة فيهم منزورهم ومنعلمهم والمبادرة هاي تهدف لتنين المدرسين اللي في الحضانات وعملنا كتيب باللغة الإنجليزية والعربية الآن يطبع العربي لأنه كانوا أول ما درس معنا بالأجانب كتيب تعليمي من 22 درس كل درس منعلم في الغذاء الصحي لهاي الفئة العمرية اللي هما في الحضانة فئة الحضانة العمر الثلاث سنين أو سنتين حسب كاباشتي تبعا الحضانة وعملنا كتيب إرشادي للأهالي أيضا لتنين هدول كل درس منروح إحنا كأخصائي نتغذية مندرب الأهالي طبعا هاي فيه رعاية لها من شركتين من جهتين يدعمون الموضوع الأولى طبعا بعد ما ندرب المدرسين فيه الكتيب تبع الأهالي منشي معنا الأهالي الفكرة إنه اتفقنا مع إحدى الشركات تعطينا الأكل يشتروا الأكل الأهل لمدة الفترة الزمنية هما يحددوها بمبلغ معين وإحنا تم فحص الأكل واختيار المانيو الغذائي للأطفال هدول وتحديدها بتفقوا مع الأهل بيوقعوا كونتركت مع الأهل بحيث إنه ياخدوا هذا الأكل من هاي الشركة المعينة وبالتالي وبالتالي بوصلهم الأكل مدروس محسوب بسعرات الحرارية شو نعمل نفقد 500 كالوري لنقول من هذول الأطفال بالمجموع مقابل مبلغ مادي لنقول الوجبة 21 درهم أربع دراهم تبرع هناخد الأربع دراهم من الأطفال من كل جهة شاركت وتدفع للجهات زي الصمال أو جهات التي تعاني من نقص تغذية ف500 كالوري نقصناها من الأكل عن طريق الوجبات الغذائية ضفنا 500 كالوري للناس اللي يعانوا من نقص تغذية في العالم اللي يعانوا من مجاعة ومن سوء تغذية يعني أنا عبر من باركم بدعوا أي حدا حابب إنه يكون معنا في هاي من الحضلات يكون معنا في هاي المبادرة اللي غذائي من نعمة أطافري أو عطاء الخير حتى يكون معنا لتوية طبعا مش بس الأهل في معنا بيكون في خلينا ما ما أطفال فالإرشادات كلها عبارة عن صور شو الأكل الصحي صاح إيش الأشياء اللي تكون صحيحة هاته الصورة الثانية هاي المتونة هاي هاي ونعلمهم بالصور هاي مرتبطة برمضان عندنا في الثقافة المحلية وشوف لما بيختاروا يعني الطفل بتعرف إذا اختار شيء جيد منقول منبتسم إذا اختار شيء مش جيد منزعل أو منغضب فهي بالصور لأنه أنت بتحكي على فئة عمرية ما عندهم الفكر إنهما يحسبوا طبعا فيه رياضة اليوغا للأطفال فيه رياضات دخلنا رياضات اللي هي النفسية كمان معهم فهذا كله بيكون من ضمن إدار 22 أسبوع في الحضانة نعلم فيها المدرسين ومنها مقابل مبلغ تطوعي أو دعم للناس المحتاجين ممتاز نرجع على موضوعنا اللي بدأنا فيه دكتورة يقول لأصحاب الجم والعضلات يبني من برع ويهدم الجسم من الداخل هنا هذا الشخص اللي كان يكلمنا أول شيء مقال ما يخص يقول الكمية الصحيحة تضرب بوزن الجسم مرتين يعني لو وزني 60 أخذ 120 قرام هذا لليوم الواحد وأنا بنفسي دارس وأعرف وتأكد من عدة ديكاترا والاستشاريين تغذية يعني ما أحترامي لإلك ودارس وما عندي أي مشكلة في دراستك ولكن أنت بدك آخر ما توصل إليه العلم إحنا بننصح هون عبر هيئة صحي الدبي إدارة التغذية عبر صحة وصعادة الناس إنه فيه جهل في الموضوع وإحنا عنا فيه ناس دخلت المستشفى من وراها الموضوع عنا ناس نتيجة لعدم دراسة زي حضرتك وتعلم مثلك دخلوا المستشفى في كومة فشل كلوي حد توقف في عمل الكلة مش كل الناس دارسة زي حضرتك وأنا بأيد إنه الواحد يتفسر ويتعلم وإذا أنت ما بتاخد يعني أنا إمتى مثلا ممكن أنصح فيها للناس النباتيين اللي ما بيقدر يأخذوا البروتين الحيوي من مصادر طبيعية صحيح أرشيفة سعيتها ممكن يكون المكملات هاي وهو بدي يعمل بناء عضلات ممكن تفيده ولكن هل تعون كمال الأجسام في الأولمبيات الآن ينصحوهم عن طريق الأكل الطبيعي لأنه بعد ما يخلص الشامبيونشيب بتلاقيه بيتعب وبيتأثر جسمه صحيح فليش وتكون عندك بناء عضل صحيح بصورة صحيحة وفعلا بتقدر عن طريق الأكل العادي ليش تاخد باودر ليش تاخد مواد مصنعة بكل الأحوال هي مواد مصنعة يعني دخلت طريق التصنيع نعملت باودر وعم تنعطى لجسمك بتركيز معين مش عبر أنه تدخل على المريء وتدخل على المعدة وتتحلل في المعدة وتتحلل في الأمعاء بصورة صحيحة وبالتالي تؤذى الجسد بطريقة غير مباشرة مع احترامي لحضرتك أنت دارس وعالم بس مش كل الناس مثلك فأتمنى الناس تتثقف وتتعلم مثلك إن شاء الله أتمنى ذلك دكتورة فنتكلم عن المبادرة أخرى موجهة لأصحاب الهمم نتعرف على تفاصيل هذه المبادرة شوف هي شقين الشق الأول برمضان سيتم زيارة تطوعي من إدارة التغذية لإحدى المراكز أصحاب الهمم ونقضي يوم جميل معاهم نلاعبهم ما دخلوا في التغذية والشق الثاني بعد رمضان مبادرة غذائية يزيدوا همتي لأصحاب الهمم سنروح على نادي من النوادي ونمسك الناس اللي موجودين في هذا النادي أصحاب الهمم ونعطيهم نعملهم أسسمنت للتغذية نتابع التحكم بالوزن لأنهم عظمهم يا إما عندهم زيادة في الوزن دكتورة نادا يا إما عندهم نقص في الوزن التحكم في الوزن ونوجههم نوجه أصحاب الهمم إلى تناول الأطعام المفيدة لهم حسب حالتهم وهذا حيكون مجانا طبعا جميل نحن بس نوقف استقبال إجاباتنا على مسابقاتنا اليوم اللي هي جائزتها مقدرة بـ 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة في دبي السؤال والجواب دكتورة السؤال كان ما هو الوقت الأنسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان لمريض السكر الإجابة الأولى لا ينصح بممارسة الرياضة فترة الصيام يستطيع ممارسة الرياضة بعد الفطور لا ينصح بممارسة الرياضة بشدة في رمضان أم كل ما سبق صحيح إجابة ربعة كل ما سبق صحيح من الفائز معانا قبل الفائز خلناخذ مداخلة من بو السلطان يلا بو السلطان صبحك الله بالخير بالنور والسرور شحالك أهلا أخوي بخير لسك أسرع سريع تعطينا جواب شحالك الله يخليك بخير الله يسلمك أخوي تحية طيبة لك ولمحمود نقول لك أردك وتحية كذلك حبيبي أبو السلطان ما تقصر بس لأنه عندي الوقت وائد يركض على السريع معلش مبروكين تحياتي للدكتورة وفاع عايز مرحبا مرحبا أبو سلطان يساعدك الله يسرع أنا السؤال على السريع الملل الغذائي هذا يعني شو الحل فيه الملل الغذائي يعني لاحظ أنه خلاص في أكلات خلاص مليناها غيرها أنا ما أتكلم عن رمضان موش عن رمضان أنا أتكلم بالعموم يعني غيرها غيرها يعني حاول تغير في الشكل في النوع في الطعم في البدائل يعني أنت ما في يا الله كيف حدا بمل في مطبخين دي ومطبخ ياباني ومطبخ صيني ومطبخ عالمي يعني أوكي على سبيل المثال ما شاوي على سبيل المثال يعني الواحد خلاص تدي المشاوي تقريبا بالنسبة لي أنا خلاص بتسوي خشخاش ما شو يسمونه هدا بتسوي شو ما خلاص يعني تدي وصلكم أصدق أنت أغذية اللي هي صحية يعني بشكل عام طب إذا بتعطي تليفونك لمحمود تحت الهواء إحنا مستعدين أنا مستعدة أعطيك ألف ريسيبي مش واحدة ألف تغير من طريقة الطبخ وتحسنوا لأكل كل مرة بشكل جديد ونكها جديد السلام هذا يعني أسم بطبخ طرشي لعيميل سيسي حقي دكتور حاضر من عيوني طيب أفايز معاني اليوم دكتورة شكرا خلفان سلطان الشامسي ألف مبروك فس بخمسمائة درهم نقدا من هيئة الصحابة بي صاحب الاسم خلفان سلطان الشامسي ها إذن ألف مبروك لخلفان وإن شاء الله بيتصلون فيك الجماعة بيخبرون كيفية سلام الجايزة دكتورة نحن ما شاء الله الوقت يجري معانا يمكن في أشي نحن ما تكلمنا عنها بشكل كبير لكن عندكم مبادرة في بطولة ندي الشبه الرياضية ناس عطينا فكرة سريعة عنها عشان نخطئ بعدها احنا متوجدين في ناس من بداية البطولة نعمل طبعا توعية تغدوية عن النشاط والرياضة لأنه احنا هناك وخصوصا اللي بيمارسوا الدراجات ومسابقة الدراجات والمشي وفيه كتيبات لهم متخصصة لأنه كل رياضة لها غذاء معين التغذية المعينة لهم يتم حساب الكتلة الدهنية يتم توعيتهم عن شرب الماء وأهميته وكيف نبني العضلات بصورة صحيحة منتاز شكرا لك يعطيش ألف عافل يا هلا أكثر وماشاء الله يا جماع قصرتي وبس بعد يسلون عن الأضرر اللي ممكن تؤدي لها المكاملات الغذائية مرة ثانية بوعدكم إن شاء الله ممكن نحنسوي حلقة كاملة عن هذا الموضوع إن شاء الله عموما طرش لنا كلهم يبون وصفات كلهم يبون سي سي طرش لنا بعد الإيميل وفا الوصفة حاضرين هذا عبد الله الرئيسي السنة اللي فاتت أنا ومحمود كنا نحط وصفات صح صح كل يوم كان في البرنامج يقول عجبتني الملل الغذائي وبالفعل ومصطلح جميل صحيح في ناس كتير فعلا بتمل وبدأ تغيير فالتغيير بيكون إذا هو بحب اللحم نعمله بشكل بأشكال مختلفة وفعلا عندي ألف وصفة ووصفة ما عندي مشكلة أبدا الثانية يعني يعني إن شاء الله ما بتمل ما في ملل إن شاء الله عموما نحو وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة إن شاء الله إن شاء الله المهمة بإذن الله أساكم دوم صحة وسعادة شو؟ إيق صح؟ خلاص شكرا أساكم دوم صحة وسعادة يلا دومتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي